قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد تكتسب أرضية جديدة داعمة له. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تخرج ببيان تؤكد فيه أن تدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد كانت استجابة لمطالب شعبية. بل وأكد اتحاد الشغل أن هذه الإجراءات كانت حلاً أخيراً في ظل تعقد الأزمة التي تمر بها البلاد وغياب أي مؤشر على حلول أخرى عملت أطراف أخرى على إحباطها بحسب بيان الاتحاد. حركة النهضة تعرضت لانتقادات حادة من الاتحاد العام التونسي للشغل إذ ندد البيان بلوجوء قيادات من الحركة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريدها ضد تونس. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تهديدات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالعنف داخلياً وخارجياً يشكل خطراً على مصالح تونس. موقف اتحاد الشغل جاء بعد تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة لصحيفة إيطالية قال فيها إن مئات آلاف المهاجرين غير القانونيين سيطرقون أبواب إيطاليا الجنوبية إذا تساعدت الأمور في تونس. مضيفاً أن التهديد الإرهابي ربما يتفاقم وعندها ستسد حالة من عدم الاستقرار تجبر الناس على الرحيل. وأرفق الغنوشي ذلك بالتحذير من أن هناك أكثر من خمسمائة ألف مهاجر محتمل سيتوجهون إلى السواحل الإيطالية في وقت سريع حسب تعبيره. وكان الرئيس التونسي اتخذ في الخامس والعشرين من يوليو الماضي سلسلة قرارات غيرت الموازين السياسية شملت تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه.